موسيقى السلام عليكم ورحمة الله يقول الإمام أبو العباس أحمد الرفاعي عليه رحمة الله ما أقبح العلة بالأطباء والجهل بالألباء والجفاء بالأحباء العلم رفعة للفتاة وعز من لا عز له ورحم الله شوقي حين قال العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من ليس له بأهل وكفى بالجهل عاراً أن يتبرأ منه من هو فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً يقول ربنا جل وعلا أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب لا شك لا يستويان لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم إذا أردنا المرور سريعاً على معنى هذه الآية فإن المراد بها قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك هل يستوي الذين يعلمون ما لهم في طاعتهم لربهم من الثواب وما عليهم في معصيتهم إياه من التبعات والعقاب مع الذين لا يعلمون ذلك فهم يتخبطون ولا يهتدون سبيلاً ولا يرجون بحسن أعمالهم خيراً ولا يخافون بسيئها شراً فالله عز وجل يخبرنا ما هذان بمتساويين إن الله عز وجل يرفع بالعلم أقواماً ويضع آخرين فإذا طلب الإنسان بالعلم وجه الله تعالى كان له رفعة وزينة وإذا طلب به وجوه الناس تلاشى وذهب خيره ونفعه لا أقصد بالعلم هنا التخصصات الشرعية فحسب بل أقصد أي علم أريد به وجه الله عز وجل فهو خير ويكفي أهل العلم شرفاً أن الله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته لنفسه جل وعلا حين قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط فهل يوجد شرف أعلى من هذا الشرف يقول ربنا وقل رب زدني علماً في هذه الآية دليل عظيم على نفاسة العلم وعلو مرتبته وفرط محبة الله تعالى إياه حيث أمر نبيه بالازدياد منه دون غيره وقال قتادة عليه رحمة الله لو اكتفى أحد من العلم لكتفى نبي الله موسى عليه السلام ولم يقل هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا كان لسليمان عليه السلام من ملك الدنيا ما كان حتى أنه قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ومع ذلك لم يفتخر سليمان عليه السلام بالمملكة بل افتخر بالعلم فحكى ربنا لنا قول سليمان عليه السلام وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء فانظر كيف قدم الافتخار بالعلم على الافتخار بالملك فقد ذكر بعد العلم قوله وأوتينا من كل شيء وأيضا فإنه تعالى لما ذكر كمال حالهم يعني حال سيدنا سليمان وحال سيدنا داود قدم العلم أولاً وقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين إلى أن قال الله عز وجل وكلاً آتينا حكماً وعلماً قال بعضهم الهجهد الذي أتى إلى سليمان بخبر مملكة سبأ مع أنه في نهاية الضعف هو طائر ضعيف ومع أنه كان في موقف المعاتبة لأنه تأخر عن مجلس الملك الأعظم سليمان قال لسليمان حينما أتى أحطت بما لم تحط به فلولا أن العلم أشرف الأشياء وإلا فمن أين للهدهد أن يتكلم في مجلس سليمان بمثل هذا الكلام مع كونه مقصراً لتأخره كما ذكرنا ولذلك نرى الرجل الضعيف إذا تعلم العلم صار نافذ القول حتى عند السلاطين وما ذاك إلا ببركة العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اللهم ارزقنا إرادة وجهك يا رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الحسد ليس جائزاً في أي شيء من الأشياء إلا في اثنتين والمقصود بالحسد في هذا الحديث هو الغبطة وهي غير الحسد لأن الحسد هو تمني زوال نعمة الغير وصيرورتها عند الحسد والغبطة هو أن نتمنى مثل نعمة الغير أن تكون عندنا مع بقاء نعمة الغير عليه يقول الإمام الخطابي معنى الحسد هاهنا شدة الحرس والرغبة في أن يصيبنا الخير الذي أصاب صاحب المال وصاحب العلم فقولي مثلاً ليتني أحفظ القرآن كما حفظه فلان أو ليت لي مالاً مثل فلان فأنفق في سبيل الله فهذا من الحسد المحمود وليس من الحسد المذموم شريطة أن لا نتمنى زوال نعمة الغير كما ذكرنا قبل قليل العاقل هو من ترك ميراثاً ينفعه وليس ميراثاً تضيع به ذريته من بعده ومن أعظم الميراث ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وإن من أعظم أسباب الضلال هو فقدان العالم الذي يهتد الناس بعلمه عند نزول نوازل الزمان وما أكثرها اليوم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال ابن بطال معناه أن الله لا ينزع العلم من العباد بعد أن يتفضل به عليهم ولا يسترجع ما وهب لهم من العلم المؤدي إلى معرفته وبث شريعته وإنما يكون انتزاعه بتضيعهم العلم فلا يوجد من يخلف من مضى فأنذر في هذا الحال بقبض الخير كله وكان تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في حجة الوداع كما رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال لما كان في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع فقال عربي كيف يرفع فقال ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته قال ابن المنير محو العلم من الصدور جائز في القدرة إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه يقول أبو العباس القرطبي في هذا الحديث دلالة على أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين ينصبون أنفسهم مناصب العلماء في الفتية والتعليم يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر وقد ظهر ذلك ووجد على نحو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فكان ذلك دليلا من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام وخصوصا في هذه الأزمان إذ قد ولي المدارس والفتية كثير من الجهال والصبيان وحرمها أهل الشأن وإنا لله وإنا إليه راجعون تصدر للتدريس كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس مع إجلالي واحترامي وكامل أدبي مع مشايخنا الكرام الأفاضل رفع الله في الدارين مقادرهم وملأ بالخير أعمارهم هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء يقول زياد بن لبيد الأنصار وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا فقال فكلتك أمك يا زيادا وناداه بالنصب تنزيلا له منزلة نكرة فكلتك أمك يا زيادا التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم قال فلقيت عبادة بن الصامد فقلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء قال صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع الخشوع يشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا أخرجه الإمام النسائي من طرق صحيحة وظاهر هذا الحديث أن الذي يرفع إنما هو العمل بالعلم لا نفس العلم يا أخي لا تقل متى أطلب العلم فقد طلبه من كان قبلنا رغم الشدائد العظيمة لا تقل الزمان قد فسد والأحوال لا تساعد فقد طلبه من كان قبلنا رغم الشدائد العظيمة التي كانوا يمرون بها فلا حجة لنا بالإهمال اللهم ألطف بنا واقبضنا إليك لا ضالين ولا مضلين يروى عن نصر بن موسى أنه كان يأتي إلى حلقة أبي علي القالي مبكرا ولكنه كان كلما أتى يجلس متأخرا بسبب ازدحام الناس على أبي علي فخرج ذات يوم مبكرا فأمطرت الدنيا فوصل إلى حلقة أبي علي وكانت ثيابه مبتلة فقال له أبو علي القالي إنما بك يذهب إذا يبس ولكني أحكي لك عني كنت أحضر مجلس أبي الحديد وكان مجلسه يزدحم وقت السحر فقلت في نفسي أخرج إليه ذات يوم مبكرا حتى أدرك الحلقة قبل أن يزدحم الناس يقول فخرجت وسلكت الطريق الذي أسلكه كل مرة وإذا صخرة عظيمة قد وقعت في آخر الطريق فأغلقته فقلت في نفسي إن عدت وسلكت طريقا آخر فكأنني لم أفعل شيئا سأتأخر على الحلقة فقلت في نفسي أبحث علني أجد مكانا أنفذ منه إلى الطرف الآخر فأدرك حلقة الدرس مبكرا يقول فنظرت فإذا سرب في الأرض فقلت في نفسي أسلكه فاستلقته وكان واسعا من أوله حتى إذا توسطته طاقة فجاهدت أن أدفع نفسي فتمزق الثياب فلما كدت أبلغ آخر السرب يعني هذا النفق لنسميه هكذا قال ضاق النفق وضاق السرب بي جدا فجاهدت في الدفع فانتزع اللحم من عظمي وتمثل أبو علي القالي قائلا دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر لا تحسب المجد تمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا والصبر المر أو الملح الشديد طالبة العلم اليوم تتعاهدهم تحسن إليهم تترقق معهم وأخيرا قد يأتيك الضر والشر والافتراء والكذب من خلالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله لعل السبب أن البدايات لم تحكم أو أن عقوبات ينزلها الله تعالى بسبب ذنوب أو تقصير منها بل إن كثيرا من طلبة العلوم سواء كانوا في المدارس الشرعية أو المدارس الأكاديمية العادية لا ينظرون في كتبهم إلا مكرهين فلا يطالعون ولا يجتهدون وأساتذتهم منهم على وجل وخوف أن يفروا ويتركوا المدرسة ويهجروا العلم وإنني والله لا أعرف من طلبة العلم الذين كانوا بالأمس القريب طلبة علم يجلسون بين يدي من يعلمهم بأدب جم كأن على رؤوسهم الطير بل إنهم يغتنمون فرصة لقاء الشيخ لينتفعوا من علمه فأين الأمس من اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه من ترك عشر ما يعرف فقد هوى ويأتي من بعد ذلك زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول من أراد عز الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد عز الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد عز الدنيا وعز الآخرة فعليه بالعلم وروي عن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزى قال وما ابن أبزى؟ قال رجل من موالينا فقال عمر بن الخطاب استخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع آخرين مقارنة بسيطة بين حالنا اليوم وحال السابقين مقارنة وقعت عيني عليها في هامش كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل الذي ألفه العلامة المحقق المدقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عليه رحمة الله هذا العلامة الذي تجاوزت كتبه السبعين كتابا بين مؤلف مستقل وتحقيق قل نظيره في بابه يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ناقلا عن العلامة الأستاذ سعيد الأفغاني عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق سابقا في مقدمته مقدمة دكتور سعيد الأفغاني التي كتبها لترجمة السيدة عائشة رضي الله عنها المستخرجة من كتاب سيار أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي قال الشيخ سعيد الأفغاني ترجم للسيدة عائشة كثير من المؤرخين إلا أن سيارة أعلام النبلاء ينفرد بمزايا لا توجد في غيره ولكي يخرج القارئ بفكرة سريعة عن المجهود المعجز يعني الشديد القوة المجهود العظيم الذي قام به الإمام الذهبي فإنني أذكر لكم المتكلم الدكتور سعيد الأفغاني يقول فإنني أذكر لكم أن الإمام الزركشية ذكر بعض من روى الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعد منهم 12 راويا وأضفت أنا سعيد الأفغاني ثمانين راويا آخر جمعت أسماءهم بعد مجهود طويل ومضن دام لسنوات طويلة من عمري كنت قد اطلعت فيها على كتب مطبوعة وأخرى مخطوطة بل زدت على ذلك أنني طالعت الكتب التي لا نظن عادة أن نجد فيها كلاما عن السيدة عائشة فأوصلت عدد الرواة بعد هذا الاطلاع العظيم إلى تسعين راويا ورأيت أنني قد أتيت بما لم يأتي به الأولون من العلماء المهتمين بالحديث ولكنني لم أكد أقرأ ترجمة الإمام الذهبي لسيدتنا عائشة في سير إعلام النبلاء وأراه قد زاد على التسعين الذين ذكرتهم مئة راوين يعني بلغ بهم مئة وتسعين وأدهشني أنه أورد أسماءهم مرتبة على الحروف يقول العلام سعيد الأفغاني بعدما وجد هذه الوجادة العظيمة قال فلم أكد أجد هذه الترجمة العظيمة وأرى هذا الجهد الفريد من الذهبي حتى انطفأ في ذلك الزهو المنتفخ وعرفت أنني وألوفا من أمثالي مهما جهدنا لا نبلغ أن نكون من أصغر تلاميذ مؤرخينا في الحديث صدق الله فكتب لهم البركة في أعمارهم سائل يسأل فيقول بعض أموالي ديون في ذمة الناس فكيف أزكيها؟ علما أن بعضها ربما لا يرجع سيما في زماننا هذا فالذيم مقد فسدد والجواب ذهب جمهور العلماء إلى أن الدين الحال يعني الذي أتى وقت سداده قسمان دين حال مرجو الأداء يعني يرجى ممن أخذه أن يعيده ودين حال غير مرجو الأداء فالدين الحال المرجو الأداء هو ما كان دينا على شخص يقر به ويبذله إذا طلب منه وفي هذا النوع من الدين أقوال فمذهب الحنفية والحنابلة أن زكاته تجب على صاحبه كل عام لأنه مال مملوك له إلا أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة منه ما لم يقبضه فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين ومذهب الشافعي في الأظهر أنه يجب إخراج زكاة الدين المرجو الأداء في نهاية كل حول كالمال الذي هو بيده لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه وجعل المالكية الدين أنواعا انتبهوا إلى هذه القضية فهي مهمة فبعض الديون عندهم يزكى كل عام وهي ديون التاجر الشخص الذي يبيع ويشتري يتاجر بالمال فيعطي أموالا تكون ثمنا لبضاعة تجارية باعها فهذه تزكى وبعض الديون تزكى لسنة واحدة عندما تقبض حتى لو بقي الدين عند المدين سنين نقول إذا قبضه يزكيه فما هذا الدين؟ هذا الدين الذي أقرضه لغيره نقدا أعطاه قرض ليس تجارة ولا شيء آخر وبعض الديون لا زكاة فيها عند المالكية وهي الديون التي لم يقبضها المدين ومثلوا لها بالمهر الذي هو للزوجة في ذمة زوجها فهذا لا يزكى عند المالكية هذا بالنسبة للدين المرجو يعني مرجو أن يعود طيب الدين الذي لا يرجى عوده هو ما كان على معسر أو جاحد منكر أو مماطل وفيه مذاهب أيضا فمذهب الحنفية فيه ورواية عن الإمام أحمد وقول للإمام الشافعي أنه لا زكاة فيه لأنه دين غير مقدور على الانتفاع به والقول الثاني وهو للإمام الشافعي وهو الأظهر عند الشافعية أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين لما روي عن علي رضي الله عنه في الدين المغنون قال إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وذهب الإمام مالك إلى أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد وإن أقام عند المدين أعواما سائل آخر أيضا يسأل فيقول هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها والجواب ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز للمزكي تعجيل إخراج الزكاة ماله قبل ميعاد وجوبها لما ورد أن العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك ولكن يبقى السؤال كم هي المدة التي يجوز تعجيل الزكاة لها يعني يعطي زكاة سنة مقدما سنتين فالجواب يجوز عند السادة الحنفية تعجيل الزكاة لسنين والحنابلة تقيد التعجيل بسنتين لحديث العباس الماضي والشافعية تقيدوه بسنة قالوا لأنه لم يدخل وقت وجوب السنة الثانية والسادة المالكية تقيدوه بشهر والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة